تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالستار سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير نتابع معكم تدبر أيات القرآن الكريم ونحن في رحاب سورة عظيمة سورة محفوظة في قلوب وأرواحي ونفوسي الكثيرين منها وهذه السورة لها من الأسرار ومن العطاءات الإلهية والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعفظ إليها إنها سورة ياسين ومن منها لا يعرف سورة ياسين وعظمة سورة ياسين طبعا سورة ياسين هي من السورة المكية عدد آياتها 83 آيام وفواصلة قصيرة لها وقع قوي في النفوس المؤمنة موضوعاتها الرئيسية هي موضوعات السورة المكية تتحدث عن توحيد الألوهية والربوبية وعاقبة المكاذبين بهما والقضية التي اشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور من فضائل هذه السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ياسين قلب القرآن ما قرأها أحد يريد وجه الله تعالى إلا غفر له اقرؤوها على موتاكم دوائف عند هذه الفضائل العظيمة التي بيناها النبي صلى الله عليه وسلم قلب القرآن ياسين طيب قلب القرآن شو معنى القلب القلب هو نبض الحياة وهو الحياة لذلك هناك بعض الأحاضيذ التي وردت أن ياسين ثلث القرآن الكريم مثل قل هو الله أحد فثلث القرآن الكريم ياسين نبض الحياة في دنيانا عظمت هذه السورة بأنها ياسين لما تقرأ له قرأوها على موتاكم وقد اعتدنا جميعا نقرأها على موتانا حياة الإنسان الذي يضخ الدم في جسد الإنسان ليحيا هو القلب وياسين قلب القرآن وكأن ياسين هي تدخل حياة بكل شيء فإذا ياسين لها أسرار وهذه الأسرار جاءت في نص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم ياسين يصح أن تكون حروفا مقطعة مثل ألف لامين أو طاها ويصح أن تكون حروفا مقطعة صادفت اسما من أسمائه صلى الله عليه وسلم ياسين أو طاها ولا مانع أن يكون الاسم على حرفين بل على حرف واحد مثل نون نون والقلم وما يسطرون نون جعل علما على سيدنا ذي نون كذلك قاف أصبح علما على جبل اسمه قاف إذن هذه حروف مقطعة ويمكن أن تنتقل إلى العالمية ويسمى بها طيب هذا أولا بالنسبة لياسين نحن تحدثنا كثيرا في الصور السابقة عن الحرف المقطعة في أوائل الصور كلما مرت معنا حروف مقطعة ولا بد لنا كلما يمر حروف مقطعة أن نأخذ من المعاني وما تحتمل الحرف له اسم ومسمى اسم الحرف لا يعرفه إلى المتعلم أما مسمى الحرف يعرفه المتعلم والأمي يعني مثل شو أكله أكلته لكن هذا ممن كان بيقوله الأمي والمتعلم لكن الحروف مسمى الحروف المتعلم يعرفه ألف فتحة كاف فتحة لام فتحة فإذن هناك عندما وردت في القرآن الكريم ألف لام ميم لماذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها ألف لام ميم لماذا لم يقرأها ألم نشرح لك سطرا ألم كتابتها مثل كتابتها إذن هنا في مسمى الحرف وهنا في الحرف نفسه طيب إذن فارق ما بين كما قلنا الأمرين ونحن عندما نتأمل حروف اللغة العربية 28 حرف الحروف المقطعة 14 من أصل 28 نص الحروف والفخر الرازي رحمه الله له جدول متش ينظم هذه الحروف ويوضح أنها وضعت لعكمة ووضعت بقدر وحساب حروف الأربطعاش هي نص حكيم له سر قاطع تقسم على مجموعة حروف اللغة 28 تسعة الأوائل بداية من الألف إلى الذال لم تأخذ الحروف المقطعة منها إلا حرفين الألف والحق تركت منها سبعة أحرف أما التسعة أحرف الأخيرة تبدأ من الفاء فقد أخذت منها الحروف المقطعة سبعة أحرف القاف والكاف واللام والميم والنون والعاء والياء وتركت منها الفاء والواو فهي إذن على عكس التسعة الأولى أما الحروف العشرة في الوسط تبدأ من الراء وتنتهي بالغين فلها نصق آخر حيث أخذت الحروف المقطعة منها الأحرف غير المنقوطة الراء السين الصاد والطاء العين وتركت زاي والشين والضاد والضاء والغين نبين بشكل سريع أن الأحرف المقطعة هي واردة نون وصاد نص حا كاف يه ميم يه حكيم لام ها له سين را سر قاف ألف طا عين قاطع هذه هي الأحرف المقطعة إذا شمعناي نص حكيم الله سير را قاطع طيب أمر آخر الحروف لم تضع هكذا اعتباطا لكن وضعت بقدر ونظام حكمة ووراء أسرار وضعت بهندسة مقصودة للذات فهي مثل سينام المفتاح والله سبحانه وتعالى يفتح بها لمن يشاء ومن حكمته تعالى أنه لم يعطي كل أسرار هذه الحروف لجيل من الأجيال إنما وزع عطاءها على مر الأزمان بحيث لا يستقبل وجيل من الأجيال كلام الله بالعطاء ليظل القرآن نورا يضيء جنبات الدنيا إلى قيام الساعة ولأن سورة ياسين ثبت في الحديث الصحيح أنها قلب القرآن فإذا فيها أسرار كثيرة جدا طبعا تبدأ السورة كبقية السورة كل سورة بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نعلم فإذا قرأت القرآن فاستعاذ الله من الشيطان الرجيم ونبدأ أي عمل بسم الله ولا نقبل على عمل إلا بسم الله وبسم الله أفعل كذا بسم الله بدليل أن الله تعالى بيّن على لسان نبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن كل أمر لا يبدأ بسم الله فهو أبطر أجزا طيب ياسين والقرآن الحكيم العلماء لهم أقوال في ياسين قالوا الياء للنداء وسين من أسماءه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عادت العرب أن تحذف بعض حروف الكلمة وتبقي على الحرف المميز قوي الجرس شايفين ياسين يعني يا حرف نداء سين هو أسم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعض أقوال العلماء بعد ذلك ممكن البعض يقول اسم النبي صلى الله عليه وسلم ياسين وحذبت ياء النداء والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الحكيم هذه الواو تسمى واو القسم فما دخلت عليه كاليمين إذن تأتي بالدليل وقضية اليمين فيه الدلالة على الغرض تبارك وتعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم أنت مرسل وأنا أحلف في القرآن لأنه دليل على أنك رسول صادق إذن ياسين والقرآن الحكيم إنك لا من المرسلين قرآن قرآن الحكيم قرآن كلمة قرآن مصدر لقرأ تقول قرأت قراءة وقرآنا ولمد أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى فقلنا قرآنا لنفرق بين قراءة القرآن وقراءة غيره وهي أيضا تدل على أنه كتاب مقروء مرة أخرى يسميه المولى الكتاب لأنه مكتوب فالقرآن إذن مقرؤ من الصدور مكتوب في الصدور ومرة أخرى يسميه الذكر إننا نحن نزلنا ذكر وإننا له الحافظون لأنه يذكرنا بعهد الفطر الأولى طيب والقرآن الحكيم وصفه الله للقرآن بالحكمة وهي وضع الشيء في موضعه الحق ليؤدي مهمته وكل المعاني الدينية مأخوذة من محسات قبل الدين مثلا فرص يركبه الإنسان ليصيره إلى مراداته فإن كان مرادك من ركوب الفرص تنزه بين الحقول سارى بك سيرا بطيان كسير الحنطور مثلا وإن أردت به قطع مسافة جارى بك كالريح لذلك جعله الحصان لجاما يوضع في حنكة ليكبح سرعته ويتحكم فيه هذا اللجام يسمى الحكمة ومنها الحكمة التي تكبح جماع الأهواء كي لا يشرد الإنسان وتضع المسائل في موضعها فالإنسان له هوى يميل به وينحرف بحركته عن الجادة فيأتي القرآن بالحق الواضح الذي يقوم هذا الميل ويصلحه والقرآن في الحقيقة حكيم لأنه محكم من الحكيم الأعلى فالقرآن كلام من الحكيم وهو من نسبة الإنسان كالحكمة للفرس ولحكمة القرآن اختصة بأشياء فتناول القرآن لا يكون كتناول غيره من الكتب على الأطلاق الكتاب العادي لا تناوله في أي وقت وعلى أي حال كنا مستلقي قاعد كذا إلى أخير محدث مطاهر مطاهر أي شيء أما القرآن فلا يمسه إلا طاهر لا يمسه إلا المطهرون لأنك مع القرآن تقبل على مقدس فإياك أنت تناوله وأنت غير طاهر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إذن فالله سبحانه جعل لنا هذه الضوابط النفسية لنعرف أننا مقبلين على كتاب له تميز عن سائر الكتب الأخرى كذلك للقرآن خصوصية في حروفه فالحروف التي هي تكون الكلمات هي عبارة عن نبرات صوتية لكل منها منطقة في أعضاء الكلام مثلا حروف تخرج من الجوف وصدر هي همز فهاء ثم عين حاء غين فهاء فإن خرجنا من منطقة الجوف نجد الحروف اللسانية التي تنطق من اللسان بداية يعني تجي من اللسان باء من من فإذا لابد أن نلتزم بهذه المخارج الصوتية في قراءة القرآن على خلاف قراءة أي كتاب آخر فكمال القرآن لا يتعدى لغيره وله طريقة معينة هي مسميه أحكام التجويد نغمة مضبوطة فلابد أن ترعى مثلاً إذا إنسان عم يخطب خطبة أيها السادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله قراءة قراءة بالتجويد طلع بيخوا لو نطقت الكلام من نغمة القرآن وطريقته كان شيء غير مقبول إلا في القرآن فإنه يأتي جميلاً متراسقاً فكمال القرآن لا يتعدى حتى في نطقه لأن هذا شيء مختص به وحده دون غيره من الكلام فإن عديت خصائص القرآن إلى غيره ما مقبول نفهم أن حكمة القرآن جاءت من هذه الخصوصية في حروفه حكمة في كلماته حكمة في نظمه حكمة في ترتيله حكمة في أسلوبه حكمة في معانيه حكمة في عطائه حكمة في لا يبارى ولا ينقل إلى غيره يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين هذا جواب القسم جواب القسم الحق سهانا ويرد على كفار مكة ويقسم لهم إنك يا محمد لمن المرسلين لذلك عندما هنا عندما يؤكد بأكثر من مؤكد إنك لمن المرسلين فاستخدام التأكيد لا قبل ذلك القسم لأن الكفار منكرون لإرسالته صلى الله عليه وسلم وقلنا أن هذه الآية جاءت دليلاً وبرهاناً في سورة اليمين كأن الله يقول الذي يقرأ القرآن لابد أن يؤمن بأنك يا محمد مرسل من الله ليش؟ لأنهم أمة كلام وتذوق ما وجدت أمة من الأمم حتى المعاصرة تقيم معارض للكلمة أما العرب في جهليتهم فقد أقاموا لكلمة أسواقاً ومعارض يتبارى فيها الخطباء والشعراء في كل عام في عكاظ وغيرها إنك لا من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر أباهم فهم وغافلهم طيب إذن الآن يتابع المولى سبحانه وتعالى على صراط مستقيم على صراط إذن القرآن الكريم هو صراط مستقيم والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك على صراط مستقيم وفق ما جاء في القرآن وكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل هذا صراط المستقيم الصراط هو الطريق والمستقيم هو أقصر مسافة من نقطتين إذن أنت تريد طريق مستقيماً يسلك إلى غايتك التي هي النعيم في الدنيا والآخرة والقرآن هو الصراط المستقيم فإذن الصراط ونتذكر أيضاً الصراط والطريق المضروب فوق جهنم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد من السيف وضق من الشعرة يسير عليه الإنسان فمنهم من يسير كالريح ومنهم من يسير كالجواد السريع ومنهم من يحبوا حباً ومنهم من يسقط في نار جهنم هذا هو الصراط المضروب على جهنم والصراط المستقيم في الحياة هو نهج القرآن الكريم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذن إنك على صراط مستقيم ياسين والقرآن الحكيم فالمولى سبحانه وتعالى هنا أقسم بالقرآن الكريم أقسم هذا القسم إنك على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم إذن التنزيل للقرآن الكريم جاء من علي إذن جاء من علي انطلب تنزيل ياسين وقرآن الحكيم إنك تنزيل العزيز الرحيم لا تنزيل القوي الحكيم أي هو تنزيل من أعلى دائما وعندما نقول تنزيل سيكون في شيء أعلى وشيء أدنى الحديد مثلا قال الله في سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس فيه الحديد فيه بأس شديد وما نفع للناس الحديد يستقر في باطن الأرض لكنه أنزل من السماء طبعا الآن اكتشف العلم الجديد هذا الأمر لأن هذا هو الإنزال فعندما يقول الإنزال الإنزال من علي يكون من أعلى وإن استقر في الأسفل الحديد استقر في باطن الأرض والقرآن الكريم نزل من أعلى فيجب أن يستقر في باطن القلب لذلك ياسين هي قلب القرآن إذن تنزيل من فوق من من؟ من العزيز الرحيم لماذا هنا قال العزيز الرحيم؟ لم يقل قوي الحكيم لأن الله سبحانه وتعالى عندما نزل القرآن يقول للإنسان هو رحم لك وهو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولكنني عزيز أي أني لا أغلب ولا أحتاج لعبادة خلقي فالذي لا يسير على صراط المستقيم على طريق القرآن فإنني لا أغلب سأغلبه وإن بعد حين أي سيدخل إلى جهنم لذلك كانت هاتان الصفتان تنزيل العزيز الذي هو مستغني عن عبادتك وعن عبادتنا جميعا القوي الذي لا يغلب وهو رحيم لأنك إذا أخذت بالقرآن الكريم فإنه لا شك بأن الرحمة ستكون هي النصيب يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلبي رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الشيعة يا عبادي لأن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلبي رجل ما نخصى بملك الشيعة ولكنها أعمالكم أحصيها لكم تابعوا المولى لتنذر قوما ما أنذر آباعهم فهم غافلون المشككون في القرآن الكريم سابقا ولاحقا والآن يقولون أن القرآن فيه تراقض وأن القرآن يقول في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباعهم والقرآن يقول في سورة أخرى واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق النعب الوحدي وكان رسول النبي إسماعيل رسول لمن جاء للعرب إذن كيف يقول القرآن ويتراقض ويقول لتنذر قوما ما أنذر آباعهم مع أن آباعهم قد أنذروا بإسماعيل وإبراهيم عليه السلام وإن من أمة إلا خلا فيها نذير هي آية أخرى طبعا هنا كل من يشكك في القرآن الكريم لا يعلم أسرار هذا القرآن وأسرار اللغة العربية ولا حد تصدى ويقول القرآن برأيه الذي يتحدث بالقرآن يجب أن يكون عالما ليس فقط بالشريعة وإنما باللغة العربية أيضا وهذه من أهمية تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لأن الله يقول للنبي لتنذر قوما ما أنذر آباعهم ليست ما النافية هذه هذه اسم موصول لتنذر قوما بالذي أنذر به آباعهم فهم غافلون إذن هو ينذر بما أنذر به إسماعيل وأبراهيم هذا معنى الآية إذن يقول الله سبحانه وتعالى تنذر قوما ما أنذر آباعهم أي بالذي أنذر آباعهم أي إسماعيل جاء وأنذرهم ولكنهم كانوا غافلين عن ذلك لذلك تابع الآية ما أنذر آباعهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون طبعا أتابع تفسير هذه الآية الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى إن ينفعنا بما علمنا وإن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رم العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر